قدت محكمة النقدة اليوم بتأييد أعدام عاد الحبارة والمؤبد 15 عاماً لآخرين في قضية مذبحة رفحة ثانية ويعد حكم اليوم نهائياً بأعدام عاد الحبارة في قضية مذبحة رفحة ثانية نسبت نيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة وارتكاب مذبحة رفحة ثانية التي راح ضحيتها 25 مجنداً من الأمن المركزية بجانب قتل مجندين بمدينة بالبيس بمحافظة الشرقية كما أسندت نيابة العامة لحبارة تهمتي التخابر وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة لارتكاب جرائم إرهابية